في النشرة أيضاً قضية الشباه في الاستغلال الجنسي والعنف وسوء المعاملة لبعض نزلاء أحد المراكز الاجتماعية بطنجة تفجرها اعترافات الضحايا المحتملين الذين وجهوا اتهامات خطيرة لبعض المشرفين على المركز من بينهم اثنان يحملان جنسية إسبانية بعد التحريات الأولية المجلس الوطني لحقوق الإنسان قرر إحالة نتائج هذه التحريات على رئاسة النيابة العامة مع توصية بفتح تحقيق في الموضوع روبرتاج صديق بن زينة فارد غيتو من هذه البناية وهي مركز اجتماعي بطنجة تفجرت في أوائل الشهر الماضي قضية اجتباه تعرض أطفال نزلاء للاستغلال الجنسي لسنوات من طرف مسؤول هذا المركز إنها اعترافات نزلاء سابقين وحاليين أمام عدد من المنابر الإعلامية المحلية والجهوية الشيء الذي حرك فعاليات المجتمع المدني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل استماع إلى بعض الأطفال من الضحايا المحتملين إنها اعترافات خطيرة أقنعت المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل لاتخاذ قرار إحالة نتائج التحريات الأولية التي قام بها فريق من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة على رئاسة النيابة العامة مع توصية بفتح تحقيق في الموضوع فيما تقدمت جمعية متقيش ولدي بشكاية في الموضوع إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بطنجة كل هذه الأطراف ساهمت مساهمة فعالة في إبراز الحقيقة وفي وضع الشكاية أمام المحكمة الاستئناف أمام الوكيل العام لكي تقول العدالة كلمتها في الموضوع ونحن ننتظر إنصاف هذه الأطفال لهم في الأصل أكبادنا وأولادهم وحماية للطفل أقر المشرع المغربي الأحكام الخاصة بتقادم الدعوة أي 20 سنة في القضايا الجنائية زائد 18 سنة في سن الرشد أي 38 سنة يتمتع فيها الطفل بحق اللجوء إلى القضاء ضد المعتدي أو المعتدين عليهم وحماية أيضا للأطفال ضحايا الاستغلال في المنظومة الجنائية المغربية الوطنية أقر المشرع المغربي جملة من النصوص الجنائية بغاية المحافظة على المصلحة الفضلة للطفل في الباب الثامن من الكتاب الثالث من المجموعة الجنائية تحت عنوان في الجنايات والجناح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة ولكن مع ذلك تبقى هذه العقوبات أعتقد التي أقرها المشرع تبقى غير ناجعة مقارنة مع المنظومة الجنائية نظارا لفضاعة الفعل وأمام غيب نصوص قانونية صاريحة تبقى القضاء مكبلا ومقيدا للتعامل مع هذه الظاهرة أنا في نظر شخصي في نظر المتواضح ومن الباب الأولى إحداث مدونة للطفل مخصصة بالكامل لحماية الطفل والقضية إذن أمام أنظار العدالة والتحقيقات جارية من أجل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر بلاغا في الموضوع أكد فيه على أن ما وقع بهذه المؤسسة الاجتماعية من شأنه أن يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الطفل كما قام المجلس بتوجيه مراسلة بهذا الشأن إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من أجل تعميق البحث إداريا وتحديد المسؤوليات ترجمة نانسي قنقر